وينما كنتوا تسمعوا فينا موش تصباح كالعادة وكيما كل نهارة جمعة تعودتوا بالاستاذ عمر بن عربية يكون حاضر معاكم تتسويت في الكلمة الطيبة في الكلمة الطيبة لليوم خنرح بسيعة بلسنسينيه جملة ماني ولد الدار مستحقش ترحيب واحد بلايش اثنين عاد اثنين اوكي 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 مستحش راح بيا فتحي مستحش ناخو بخاطر مرحبا بيك ومو فرصة بشتراحة بيكم حتى انتم مرحب زيد المستمعين يتابعوا فينا الكلمة الطيبة كل نهار جمعة في الوقاية هاته مرحبا بيك اوكي اوكي كالعادة بش نكملو احنا في تفسير الايات متاع صورة الحجورات احنا كنا بدينا ديجا في جزء من ال اه كنا فسرنا في الاسبوع اللي فات ايا الاثناش من صورة الحجورات وكنا اللي سميناها صورة الاخلاق دونك لفاها برشا معناها دعوات الى الامتثال الى الخلق اللي تم التوصي عليها في الصورة هذية ومازلنا مكملين انه تقريبا خلق معبية لصورة هذية صورة الحجورات احنا جمعة لفات كنا بدينا يا ايوها لدينا امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم وقفنا غادي واليوم انكملوا بقية الاية ولا تتجسسوا ولا ولا تجسسوا هي بالتحديد دونك ثم اكيد معناها اذا ربطهم تربطوا ولا زوز ايت هذو ما مع بعضهم دونك ثم علاقة اليوم نحكيه على اكيد على علاقة ما بين التجسس تقعد عندي مشكلة ظهر لي راومتا عن نطق التجسس خطر خلقه مش بيه حكا في نطقه صعيب دونك بيش تاما كون علاقة ما بين التجسس وبين حسن الظن نعم احنا المرة روخة تحدثنا على سوء الظن بالناس وتحدثنا على كون بعض الظن اثم يعني فهم انواع من الظن محرمة ويترتب عليها اثم وذنب عند ربي سبحانه وتعالى وتحدثنا بعد الحلقة سحر قالت بعد ما فيت الحلقة قالت الانسان ساعات يظن ظن ومعنى ظن سيء ومشى على روحه ما نقعدش انتبعه ساعات واحد يظن ظن سيء ويقعد يحكي به وينقل فيه من واحد الواحد هذاك هو المحرم هنا هي الربط بين التجسس وبين سوء الظن هنا انو الانسان ساعات يسيء ظن بشخص وما يمشيش ما يمشيش يتثبت مع المعني بالامر مباشرة وما يمنعش روحه من انو يواصل في التفكير بالظن السيء ولكن يقعد يتجسس عليه معنى يحاول يتابع اخبار ويجسس عليه بطريقة خفية حتى يأكد سوء الظن اللي هو حب يتوصله فالتجسس راه اثر وإلا نتيجة من نتائج سوء الظن وعلى ذلك تذكر بعده مباشرة فالانسان اذا كان هو ما يظنش ظن سيء ما يتجسس واذا كان يظن ظن سيء مش يكون التجسس وسيلة للاستمرار في هذا الظن السيء عليك يقوله اذا شككت فلا تحقق هذا بشكية ظن سيء تعدى معناه وقضية مش مهمة وما تعنيك وما مشيتش المعني بالأمر امنع نفسك من انك تفكر فيها ما تخليش الامر يتواصل انه يوصل لحد التجسس والربط هذا بين سوء الظن والتجسس مش كان في القرآن حتى في الحديث النبوي اللي اخذينا جزء منه الاسبوع اللي فات إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا معنا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل نفس العبارة وربط سوء الظن بالتجسس وهنا تفهم علاش هلأ زوز أشياء هذي زوز أخلاق سيئة مذكورة في جرة بعضها لأن الثاني نتيجة من النتائج الأول كل ح級 يقول التجسس؟ يعني الناس كل مناقيم واحد كي يقولك شمعناها واحد يتجسس؟ يحدث يعني أنه يلوج على الحكايات غيره يتبع في غيره في الآية هذه المعنى الحقيقي معنى في القرآن ما معناها؟ التجسس مですね هو تجسس حتى كلمة كبيرة طبعا كان واحد يقول التجسس يسعونها ككلمة استعلمات من خبرات كلمة كبيرة معناها عند دلالة كبيرة ولكن التجسس ستراه موجود في سلوكات بسيطة يومية يمكن أحنا نقوم بها ونتعود بها وما نعرفوش أليم التجسس الممنوع أبسط سلوك أنه الإنسان مثلا مجموعة تتحدث ورسوز يتحدث مع بعضهم هو يسترق السمع هم يتحثوا في حاجة خاصة بهم معنا ما يحبوه شي يدخل فيها هو تلقاه وقلوا احنا رامي وظنيه باش هذا تجسس رغم لي يظهر السلوك بسيط ولكن راه مشمول بالآية هذه أنه إنسان ساعات حتى يدخل لدار شخص يقاعدك في مكان معنا أنت يضيف مفروض ما تتطلع عش فما الداخل في وراء الأبواب المغلقة ولا فيش قاعد يحكي هو وراء الحيط ولا فما ناس عندهم شي هذا يدخل للدار أحيان معناها ماذا به وقعت في مكان باش يشوف كل شي معناها ساعات واحدة عنده حاجة محبوش تشوفه مثلا يحب مكان استراتيجي هذا زاد السلوك يدخل في نوع من أنواع التجسس في العروسات مثلا هذا كلها سلوكات ساعات إنسان يتطلع على الرسائل الشخصية متع شخص آخر مثلا على تليفون وعلى كونت فيسبوك متاعه آلي أشياء مراسلات خاصة معناها توجبت الفكرة ناشكي مثلا على القيت أنت جويًا بمتاع بانكا متاعجارك جايك لدارك وفقت بيه لي هو متاعجارك يعني فماش عليش تحلو فقط لا هذا تجسس في بيت طبعا كل محاولة للاطلاع على الأمور الخاصة متلغير بشكل خفية هكا وفيه نوع من الخبث دخل رو في الآية هذه اللي تمنع التجسس واحنا لأسف الحاجات هذه وصلت حتى معنا في العلاقات بين الرجل ومرت ومعنه أنه يثبت في بتاعها واشكن كلمته واشكن قالته هو بالعكس وساعة حتى بين الاباء والابناء تنزيد ونتحدث عليها من بعد. اذاك زادة هي تسمى تجسس. نعم هو كله يتسمى تجسس هذي. اللي هو عليك قطلك راه ولا كانوا سلوك عادي كانوا سلوك يومي. وهو راه ممنوع في الشرع انك تطلع على اشياء الغير خطر. هذي يعمل ازمة ثيقة في الاخر. لو عندك ثيقة ولو فهمة ثيقة متبادلة ما تستحقش باش تطلع على الاشياء الخاصة متغير. خوفتني استاذ تعرف عليش خطر انتي طور بط كل شيء حسيت للخدمة متاعنا احنا اللي نعم في الاعلام. والصحافي خطر الصحافي ساعات مثلا ان هي يكلم بش يسقل على خبار فلين على سياسي معين على معناه اخر المستجد. بلا. معناه شنون ذاك تسمى التجسس زي دا كيف كيف? لا في الحقيقة نشوفه باش نكونوا واضحين. كل ما له تعلق بمصلحة عامة. فلا انتون تحثوا على شخصيات عامة فهم جزء من حياتهم مم معاتش ملكهم. ولا ملك الناس الكل. معناه البحث في الامور هذية في اطار اعلامي. بحث ما يضرش. ما فيش ضر. ما تسميش تجسس هو في النهائي. انه فهم جزء من المعطيات متاع الشخص هذا ومن حياته هو اللي عرضها على العموم. بينما البحث في شخص مثلا اني نبحث له في حياته الخاصة اللي ما عنديش تأثير على 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 موضوع وطني ولا على جانب. معناها قلوا احنا اعلامي. لمجرد اني نفضح شخص وإلا اني نسجل ضده ومعناها نقطة معينة. هذا لا. ولكن ما يتعلق كما اليوم من الناس على الفيسبوك وعلى شبكة التواصل اجتماعي تحط حاجات خاصة بها هي. معنا مجرمش انسان يحط كل شي معناها يعلم الناس يتصاوروا معناها في كل شي شكله وينمشاه يحط وبعد يقول الناس لا هي بيه ويتجسوا عليها مثلا. انتي لي خليت نفسك انتي عرضت هذا العموم. فديما لشخصيات العامة ما يعرضونه للعموم هما بإرادتهم. وما هو عنده تأثير على على مسئلة عامة. انه نبحثوا فيه ونسلوا عليه. بالعكس هذا واجب. وهذا دور الاعلام في النهاية. ولكن اني نتجاوز لحد هذا وندخل في تفاصيل شخصية. ما عندهش فايدة. وما عندهش معناها تأثير على على مسئلة عامة. هنا يولي معناها. فما فما خيط رفيع راهو بين البحث والاستقصاء وبين التجاسس اللي هو ممنوع في الشرع. فما حاجات مثلا كنت حدثوا على جوانب أمنية دفاعية على جوانب استعلامات اليوم. قلوا لا تجاسس ممنوع لا. هذه فيها مصلحة عامة. لابد انه يكون معناها موجود شيئا ذا لحماية الوطن مثلا. مهوش ممنوع. فراهو التجاسس الممنوع. معناها فما خيط رفيع يفصيله عن التجاسس المباح بين الظفرين. اللي يكون فيه مراعاة لمصلحة لمصلحة عامة. اذا نسمع والاعباد تسمع فينا تقول لك التجاسس انتي قلت معناها راهو محرم. لكن حبوا زادة يعرفوا عليش التجاسس محرم. وشنو ينجرم تكون العقوبة متاعك وسوسوها في الدنيا وإلا زادة كيف في الاخرى. هو من تعريف التجاسس نفو معلش محرم. هو التجاسس قائم على الخفية. معنا الانسان ما يواجهش. ما يصرحش. مش يبحث على اخبار غير وخفية. وهذا في ذاته دليل على انه ما عندوش ثيقة في شاي اللي يعمل فيه. يعني لو انتي عندك ثيقة في نفسك تتواجه المعني بالامر وتسلو في الامر اللي فيه في اشكال. وتجاسس يعمل ازمة ثيقة بين الناس. ويخلي العلاقات مضطربة. ويخلي يمكن نزوز من الناس كل واحد شركك في الاخر ويتبع فيه. هما يتبسموا لبعاظهم. وهذا معناها وضع اجتماعي مو شباهي. اما عقوبته فما حديث نبوي. يخوف ياسر يتحدث على مسئلة هذه. يقول فيه رسول صلى الله عليه وسلم. يا معشر من آمن بلسانه. ولم يخلص الإيمان إلى قلبه. نذكروا اية سورة الحجرات بلات يا أيها الذين آمنوا. وذكرنا علاقة الإيمان بالأخلاق. الرسول هنا يخاطب الناس يقولهم يا لي آمنتوا بالكلام بلسانكم والإيمان ما تخلش القلوبكم. شي يقولهم. لا تتبعوا عورات المسلمين. يعني ما تتبعوش أخطاء الناس. زلات الناس. حياتهم الخاصة. أسرارهم. حرمت المعطيات الشخصية متاحهم. فإن من تتبع عورات المسلمين. هاو العقوبة. تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جو في بيته. بمعنى. شنو المعنى هذي. يعني كما أنت مش تعامل الناس. الله هو ربي سبحانه تعالى مش يضحك. كما أنت عندك غرض أنك تفضح الناس. يا خيش بك أنت سالم من العيوب. يا أخي أنت ما عندك أخطاء. يا أخي حياتك الخاصة ما في ما فيه أسرار. ما عندك مشاكلك. فكي أنه ربي سبحانه وتعالى يقول العقوبة رهي بالمثل. وفي الدنيا قبل أن تتحدثوا على عقوبة الآخر. هذا كم ملف آخر. أما في الدنيا إذا كان أنت مش تفضح الناس وتتجسس عليهم. راه مش يكون موجود. شكون مش تتجسس عليك. ومن سيفضحك. وعلك علماء عندهم كل محلوة يقولوا أدركنا قوما لم تكن لهم عيوب. فذكروا عيوب الناس. فذكر الناس لهم عيوبا. معنى يحتمل الإنسان حد وحد روح. نهار تقول لي أنت مش تلوج على عيوب غيرك. راه غيرك مش تلوج على عيوب. والعكس. وأدركنا قوما كانت لهم عيوب. فكفوا عن عيوب الناس. فنسيت عيوبهم. معنى أنا عندي عيوبي. مدى من يومين تلهيش بغيري. ناس ما يتلهيوش بيا. فما جانب من المعاملة بالمثل. فراه التجسس عنده أثر في الدنيا قبل أن تحدثوا على العقوبة الأخرى ويراه في الدنيا. وهذا الأسف اللي عايشينه احنا اليوم. كل واحد احنا نقول له اللهوة. كل واحد لاهي بالآخر. ما عنده يحب يعرف شكله وشنية مشكلته مع مرته وشنية مشكلته مع صغاره وينمشى وينجى. والأسف لهوة سلبية. اش خاص كانت تلها بيا معناك تسمع بيا مرض تجي تعاوني ولا تجي طلع لي ولا عندي مشكلة تجي تعاوني. احنا لا نتلهاولي مجرد للذرر تتبع للأخبار ولمجرد للإضرار بالغير وكل تولي تحس معاتش فما حاجة اسمها حياة خاصة معاتش فما وهذا يكبر المشاكل بين الناس ويكبر قلوب الناس على بعضها ونجم يساهم في نوع من التفكك الاجتماعي بما انه احنا مجبورين ساعتنا تجسوا. مجبورين فما حالات كما قلنا مثلا الوالدين كي مع صغارهم معناها كيفاش مش يعرفوا اخبار صغارهم شي يزيدوا يتبعوا صغارهم اكثر لازمهم. وبويسكو التجسس قلنا اللي هو حاجة محرمة فماشي حاجة بديلة للتجسس فماشي حاجة احنا نجموا ربيوا عليها رواحنا نجموا ندخلوها في قناعاتنا نوليو معناها نعرفوا لحاجة ما غير ما تعتبر تجسس به هو مبدئين حتى في المثال اللي ذكرته انه احيانا واحد يقول ان ابو ولا ام نحب نشوف صغيري فيش كون يكلم معه كون يحكي شنية الرسائل المساجات متاعه فما جانب من هذا ولكن انا شنقول نقول راهي الثيقة هي الاساس يعني انتي صغيرك المفروض من لول تربيه على ثيقة انه يحكي لك انك علش تعرف اخباره بطريق تجسس علش ما يكون نوش صغارنا مثلا يحدثونا هما وحدا خطر حسون اقراب ليهم يحسونا اصحابهم ما نستحقش باش نتجسس عليه اصلا فانا اذا كان وصلت مرحلة تجسس على صغيري راهوا فما جانب من قلة التواصل ومن قلة الثيقة بناتنا هذا هذا جانب اول الجانب الثاني وقتاش يسمح للوالدين باش يتجسسوا قولك انا المصلحة صغيري مش نجسس باش نعرف اخباره في حالات قصوة وقتلي فعلا انت خايف عليه وحس فما مشكلة كبيرة وهو مقالهاش يعني حتى التجسس حتى بين الاباء والابناء راهوا حالة في حالة قصوة ضرورية البديل هو الثيقة البديل اننا نتربيه ونربيه انفسنا ونعوده انفسنا على اني ما نهتمش بحاجة ما تعنينيش فهم حديث عظيم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه علامة من علامات كمال الامان بتاع الانسان انه حاجة ما تعنيهش يتركها ما يتبعهاش ما يقعدش يتحدث فيها ما يقعدش يسأل عليها فذا جانب مهم ان البديل عن التجسس هو الثيقة هو وعدم الاهتمام بكل ما لا يعنينا ونحن للأسف الأمور التي تعنينا ما نهتموش به تلقى كل إنسان الحاجة اللي تعنيه لاهب حاجة غيره ليهي ما تعنيهش للأسف كان المجهود هذك حطه في في حياته الخاصة واعتنا بها رايتكون فهم النتيجة أحسن من الأشياء أيضا البديلة على التجسس اننا نتعلم ونستروا على أخطاء غيرنا خاصة اذا كان شخص يعمل في حاجة بينه وبين نفسه مضر حتى حدي يضر في نفسه بينه وبين ربي عليش نفضح فيه أنا مدام الضرار متاعه مش متوقع إنه مش يتعدل شخص آخر مما يستحق إني نكشفه أنا باش منظرش غيره إنسان في بيوت مغلقة في داره مساكل على داره شبيني أنا يزمني نعرفش قاعد يعم ولا هو يعم في معصى شبيني فيه دوري إني نستر عليه تحبت أن نصحه برا أنصحه بينك وبينه إذا كان أنت تحبت أعمل الخير ولكن عليش تتحدث بيه وسيدنا عمر بن الخطاب وهذه واقعة مشهورة أنه معناها كان يدور في المدينة اسمع دار حسم فمجلسة خمرية في وسط الدار هذه تسورة معناها نقز من السور وتخل فجأة عليهم باعتباره هو معناها صاحب السلطة وتخل فجأة عليهم ويلوم عليهم مش يعقبهم على أنهم يشربوا في الخمر قالوا لو شوف معناها أذومنا ناس تشرب في الخمر في وقت عمر بن الخطاب شوف كيفاش يفكروا قالوا لأ احنا صحيح غلطنا نشربوا في الخمر عملنا معصية أما قالوا لأ انت عمد تلاثة معاصي فقلوا منMmين هو ثلاثة معصى؟ شوفوا مع حوار بين عمر بن الخطاب وبين هذا الناس الذوم اللي كانوا يشربوا على رواحهم هو معناها اقتحم مجلسهم قالوا الحاجة الأولى ربي قال وادخلوا البيوت من أبوابها وانت ما تخللش البيت من باب تصورت علينا هذه غلطة أولى ومعصية أولى الحاجة الثانية قال ولا تجسسوا وانت تجسست علينا معناها اطلعت على الحاجات نعم له هي في داخل بيتنا والحاجة الثالثة ربي سبحانه وتعالى يقول لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا عليها وانت لا سلمت ولا شيء دخلت مباشرة نتلوم علينا فما كان من عمر بن الخطاب إلا أنه رجع قل والله عندكم حق صحيح أنتم غالطين أما أنا للأداب هذية اللي تجاوزتها زادا غالط فيها وفعلا تراجعوا معاقبهمش علش لأنه معناها طريقة اكتشاف الجريمة هذية نقول ولا المعصي هذه كانت طريقة تجسسل وهو حاجة ممنوعة في رهو مساج خلنا نعود أنفسنا شيئا فشيئا باش نتخلصوا من الاهتمام بما لا يعنينا ومن الاطلاع الأسرار الخاصة والحياة الخاصة للناس خلنا نعود أنفسنا بالثيقة نعود أنفسنا بعدم الاشتغال بأمور الناس الخاصة ونعود أنفسنا أيضا بأن نستروا على الناس ولو كانوا على معصية لأنه سيدنا عليه الصلاة والسلام يقول من ستر مسلما ستره الله يوم القيام متصورش واحد مستغني على ستر ربي يوم القيام كانت هو واحد تفضحه قدام قولوا واحنا أثناش مليون تونسي يوم القيام نفضيحه قدام الناس الكل. فأسطر على الناس تو مدى بحاجة بينهم وبين ربي. ربي يسطر علينا وعلى أخطائنا الكثيرة يوم القيام. عمين يا ربي. شكرا لك أستاذ. مش تتجسي عليك. شكولي. يعطيك الصحة أستاذ. شكرا لك. كانت هذه الكلمة الطيبة لليوم. الكلمة الطيبة